روى الشيخ توسي في كتابه الأمالي بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي قال خدمت سيدنا الإمام أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام ثمانية عزر سنة تفتزين خدم الإمام اسمون طعزا ونجي تخدم ثلاثة يام أربعة يام وصورة التوباز فلما أردت الخروج عنه ودعته وقلت أفدني فقال قال الإمام عليه السلام شوفوش قلل التفت لها بعد ثمانية عشر سنة يا جابر ودقل لي تعالى فدني يعني 18 سنة ما استفدت قلت نعم أنكم بحر لا ينزف ولا يبلغ قعره ولا يبلغ قعره فقال يا جابر فقال عليه السلام يا جابر بلغ شيعتي عني السلام واعلمهم أنه لا قرابة بيننا وبين الله عز وجل ولا يتقرب إليه إلا بالطاعة له عز وجل يا جابر من أطاع الله وأحبنا فهو ولينا ومن عصى الله لم ينفعه حبنا ومن عصى الله لم ينفعه حبنا يا جابر من هذا الذي يسأل الله فلم يعطيه أو توكل عليه فلم يكفه أو وسق به فلم ينجه جل جلاله شكرا للمشاهدة